السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عشورة 2023 1445 إليكم الموعد فلاكيا وإليكم أيضا موعد رأس السنة الهجرية للعام الهجري الجديد 1445 فلاكيا في جميع الدول العربية والإسلامية قبل التفاصيل أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد لو تشوفوا القناة الأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستناها لأعجبكم كل عام والأمة الإسلامية بخير أصبحنا في العد التنازولي لرأس السنة الهجرية للعام الهجري الجديد 1445 يبدأ رأس السنة الهجرية بشهر محرم للعام الهجري 1445 ويوم العاشر من محرم يأتي يوم عشر اتباع سنة اليوم العاشر من محرم عندما قدم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى المدينة ورأى اليهوط صوم يوم عشر فسأل عن السبب فقالوا هذا يوم صالح نجى فيه الله بني إسرائيل من عضوهم فصامه موسى عليه السلام قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم فصامه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأمر بسيامه وصارت سنة سيوم يوم عشراء فرصة للمسلمين للتخلص من الزنوب عام مدى كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام صيام يوم عشراء يكفر زنوب سنة ماضية يمكن اغتنام يوم عشراء في الأعمال المستحبة للتقرب إلى الله ومنها الصيام وأيضا التصدق إلى الفقراء والمساكين وقيام الليل وقراءة القرآن وحسن الخلق والكلمة الطيبة وأيضا صلاة الرحم أما عن موعد العام الفجر الجديد 1445 سيوافق فلكيا يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 على أن يكون العشر من محارم 1445 وهو يوم عشراء 2023 يوم الجمعة الموافق السامن والعشرين من يوليو العام 2023 يوافق يومي التسع والعشر من محارم 1445 يومي تاسعاء وعشراء يومي الخميس والجمعة 27 و28 يوليو 2023 ويمكن للراغبين في صوم يوم عشراء زيادة يوم قبله أو بعده حيث بيّن الضير الإبتاء المصرية أن صوم يوم عشراء منفردا دون تاسعاء جائز وصحيح شرعا ولكن كونه يلاقي تعظيما عند اليهود يميل الفقهاء إلى صوم يوم قبله أو بعده ولذلك من المستحب جمع صوم يوم تاسعاء وعشراء لكي لنتشبه باليهود انتظرونا بإذن الله بالعادة التنازول لبداية رأس السنة الهجرية كل سنة وحضراتكم طيبين لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة أتمنى منكم لا تنسونا أيضا بخلص الدعاء ولا تنسوا أشترك للفيديو ودومتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله